كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع سعادة السيدة جايتاما فكرة منياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب وخلال الاجتماع جدد معالي وزير الخارجية تهنئته لسعادتها بمناسبة اختيارها مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة للشباب مشيدا برؤيتها الرامية لإدماج الشباب حول العالم بشكل أفضل وأكثر فاعلية في عمل الأمم المتحدة وتطوير الآليات التي تضمن تعزيز مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن والعمل الإنساني من جانبها عربت نبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب عن تقديرها لجهود مملكة البحرين كنموذج مهم لتفعيل دور الشباب في مواصلة التقدم والتنمية في المجتمع وهو ما ينسجم مع تطلعات الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع مملكة البحرين في كافة المبادرات الهدفة لتعزيز مساهمات الشباب على كافة الأصعدة